من المبهر ان رحلتنا مع توي ستوري بدأت سنة 1995 يعني فيه اطفال تربوا على الفيلم الاول وهم صغيرين وعاشوا لحد ما شافوا الفيلم الرابع وهم ستات ورجالة كبار حاجة كده بتفكرني بالاعمال اللي انا تربت عليها وانا طفل صغير زي كوكي كاك والكاتكوت الاخضر مسلسل هي والمستحيل مسلسل الحراملك بتاع الفنانة بوسي والفنان كرم مطاوع الله يرحمه احداث فيلم توي ستوري 4 بتبتدي من البيت الجديد بتاع شلة الالعاب بعد ما تم اهدأهم من اندي لبوني في نهاية توي ستوري 3 الالعاب عايشين في سعادة بالرغم من احساس ودي بالتجاهل لانه مش في مركز اهتمام بوني ومع ذلك بيحس بمسئولية انه لازم يكون معاها في يومها الاول في الحضانة وبدون قصد بيساعدها في صناعة فوركي لعبتها الجديدة المصنوعة من القمامة بوني بتحس بسعادة وثقة كبيرة في صحبة فوركي ولكن فوركي عنده ازمة هوية ودايما حاسس انه ينتمي مع القمامة وده بيقوده لمحاولات كتير للهروب من حياته الجديدة وواحدة من المحاولات دي بتطلق مغامرات ودي وشلة الالعاب للحفاظ على فوركي وشرح دوره الجديد فيا ترى ايه اللي حيحصل في البداية حاسس اني لازم احدد موقفي من سلسلة افلام توي ستوري انا شايف انها سلسلة عبقرية واستمتعت بكل فيلم فيها ومع ذلك شايف انها الاكثر طفولة ما بين كل افلام بيكسار وده مش عيب بكل تأكيد هي بس بتحطه في ترتيب متأخر شوية من حيث الاهمية وده طبعا من منظوري الشخصي كراجل كبير للأسف يعني وفقط على مستوى الاهمية وبكل تأكيد مش على اي مستوى اخر زي المتعة مثلا المتعلقة بالكوميديا والمغامرات توي ستوري فور مش مختلف على الاطلاق فيما يتعلق بطبيعته وهدفه الفيلم بيستعرض مرحلة مهمة جدا في حياة اي طفل ومرحلة مهمة جدا في حياة ودي واصحابه كل طفل في الدنيا حيلاقي جزء من نفسه ومن معاناته في الفيلم ده وكل اب وكل ام حيلاقه درس جديد وكل محب للسينما حيلاقي موجة جديدة من الاستمتاع في صحبة اصدقائنا اللي بقالنا معاهم سنين كتير بس في نفس الوقت انا معرفش الفيلم ده حيفضل عايش لحد امتى في الذاكرة يعني انا عن نفسي فاكر كويس قدي ايه انا حبيت توي ستوري 3 ومع ذلك عانيت عشان افتكر احداثه ونرايح السينما عشان اتفرج على توي ستوري 4 معاناة عمري معرفتها وانا بحاول افتكر احداث افلام زي والي او راتاتوي او مونسترز انك على سبيل المثال طب طالما انت عملت لمح ان افلام توي ستوري مش مهمة وان الجزء الرابع مفيهوش حاجة جديدة هل ده معناه انك بس بتحاول تراعي اللياقة السياسية لما بتقول ان الفيلم عجبك وانك استمتعت بيه اولا طريقتك مش عجباني ثانيا ياريت بقى تعمل لايك وشير وتنزل تشترك في القناة لو ما كنتش مشترك اه ومن قبل ما جاوب بقى بصراحة بس ما تقلقش الاجابة هتعجبك توي ستوري 4 ممكن ما يكونش فيه كتير جديد بس بكل تأكيد هو فيلم منعش منعش في المغامرة ومنعش في الكوميديا ومنعش في طريق التداخل اللي اتنين دول مع بعض منعش في الطريقة اللي بيفرح بيها قلبك ومنعش في الطريقة اللي بيحطم بيها قلبك ومنعش في اختيار شخصياته وبالتحديد اربع شخصيات قصتنا كلها بتدور عن اللي بيحصل بعد ما بنتعرف على فوركي مرة كمان لعبة عندها ازمة هوية وده مش جديد في السلسلة ولكنه مصنوع يدويا وبطريقة بسيطة جدا وده واحد من الحاجات اللي بتخلينا نحس انه مش مكرر بالاضافة الواقع ان اللي مقدم التجسيد الصوتي للشخصية هو توني هيل اللي بينقلنا كوميديا فعالة مع كل كلمة الشخصية بتقولها توني هيل كوميديا فريد جدا يا جماعة وليه مذاق مختلف عن اي كوميديا موجود دلوقتي وده اللي بينقلنا ببساطة قد ايه شخصية فوركي متلخبطة ومرتبكة وسودوية وساذجة بعد كده عندنا شخصيتين الاكسسوار باني وداكي ودول موجودين بس عشان الكوميديا المبالغ فيها ودي نوعية كوميديا مفتكرش اني شفت زيها قبل كده في افلام توي ستوري ودي علامة اضافية لان بيكسار ما كانتش عاوزة تاخد مخاطرات كبيرة في القالب الرئيسي بتاع افلام توي ستوري ولكنها لا تمانع في انها تاخد مخاطرات محسوبة في بعض التفاصيل زي شخصيتين دول وهي بكل تأكيد مخاطرة محسوبة لان الاداء الصوتي للشخصيتين اللي مقدمهم هم كيان بيل اللي يعتبروا جدلا انجح توني كوميدي في اخر عشر سنين اه يا جماعة مخرج جيت اوت واس هو اللي عمل دور بني في توي ستوري 4 استكمالا للمسخرة وفي النهاية عندنا جيو كابوم لعبة المخاطرات الكندية اللي مجسدها صوتيا كيانو ريفز في دليل واضح على العبقرية التسويقية عند ديزني في اختيار عرض الفيلم على بعد اسابيع قليلة من الجزء الثالث من جون ويك اللي هو في المعتاد الوقت اللي بيتم فيه تنصيب كيانو ريفز كملك للعالم وده بصرف النظر عن الكوميديا الرائعة اللي في الشخصية والتكريم العظيم اللي اخدته في اخر تترات النهاية الاستقبال السهل للشخصيات الجديدة دي بالاضافة لقد ايه كانت وحشانة الوشوش القديمة او الاصوات القديمة قدمت التمهيد اللي كنا محتاجينه عشان نبقى مستعدين لاستيعاب الفيلم كتجربة منعشة مع الحفاظ على تقاليد العبقرية اللي تم ترسخها في الافلام السابقة واهمها على الاطلاق في رأي الشخصي هو تصميم شخصية ودي وانا هنا اقصد التصميم الدرامي مش التصميم المظهري لان ودي طول عمره زعيم ودايما عنده ولاء كبير لاصدقائه لدرجة المخاطرة بسلامته الشخصية ولكنه عنده عيوب وعيوبه دي هي دايما المحاور اللي قصتنا بتتحول وبتتطور على اساسها عنده درجة كبرياء مرتفعة جدا بتقوده لقرارات خاطئة دايما بيرفض اي رأي بيتعارض مع رأيه الشخصي ولما بيفقد اعصابه حقيقي ممكن يبقى وقح والتركيبة دي موجودة في ابها صورها في توي ستوري 4 وبتتحط قدام قرارات صعبة كتير بتختبر كل صفاته الحلوة والوحشة مع تواجد محسوس ومؤثر للشخصيات القديمة ووقت كافي عشان نحس باهمية الشخصيات الجديدة انا بموت فودي يا جماعة وعلى الرغم من اني شايف ان سلسلة توي ستوري هي الاكثر طفولة ولكني في نفس الوقت شايف ان شخصية وودي هي الاكثر تكاملا في عالم بيكسار كله ويمكن واحد من الاسباب اللي بتخليني احب توم هانكس هو انه صوت وودي او يمكن انا بحب وودي لانه متقدم بصوت توم هانكس الحقيقة انا مش عارف قصتي معاهم بتبتدي عند مين بالزبط ومش عاوز اعرف انا مبسوط جدا كده توي ستوري 4 فيلم رائع زي ما تمنيته بالزبط وانا الحقيقة ما بحبش الجزء ده في شغلي الجزء اللي بيخليني امسك فيلم زي ده واقعد اكسر فيه واحلله واشرحه وزي ما بشاور على مميزات لازم اشاور على عيوب رغم انهم الحقيقة مدايقونيش لان في رأيي قيمة فيلم زي ده ما تتشافش في مراجعة ولكن تتشاف في السعادة اللي كانت على وشوش كل الناس وهم خارجين من الفيلم بطريحة تفصل واتي بوتي كمباتباتو ماتش جزائر وتلفزيون وبقسم تقييمي لفيلم توي ستوري 4 هو 9 من 10 وخليكم قاعدين خلال تتر النهاية كله والغاية لما يخلص لغاية لما يطردوكم من السينما مناقشة الحلقة ايه هو فيلم بيكسار اللي ما تعملوش جزء تاني لغاية دلوقتي وتحبو انه يتحول لسلسلة ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملو شارو و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول وتابعوني على فيسبوك و تويتر وبي باي